السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اليوم سوف نقوم بالدراسة والتحليل لصورة قرآنية مباركة هي اقصر اية او اقصر صورة في القرآن تضمنت فقط ثلاث ايات وتحدى بها الله تعالى الانس والجن على ان يأتوا بمثلها انها صورة الكوتر التي يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوتر فصلي لربك منحر ان شانئك هو الابتر هذه الصورة رقم ترتيبها في التنزيل هو رقم خمسة عشر يعني كان القرآن الكريم ينزل هكذا حسب الوقائع والاحداث بدأت بسورة العلق ثم القلم ثم المدثر ثم المزمل ثم الفاتحة ثم المسد ثم التكوير ثم الاعلى الى ان نزلت الضحى والشرح واخرها كان المعون رقم اربعة عشر خمسة عشر الكوتر فنحن نتحدث عن الحقب الاولى في الاسلام لا زال الاسلام ضعيف ولا زال المسلمون ضعفاء ولا زال الكفار والمشركون يستقوم بقوتهم فربنا عز وجل كان ينزل السور والآيات لكي يقنعهم بوجود الله ويقنعهم بصدق الايمان والتدين وينخرط في سلك هذا الاسلام الذي ارتضاه الله تعالى دينا لكل العباد لكن كفار قريش دائما في صراع مع المسلمين كان المسلمون في اول الامر قلة وكانوا ضعفاء لم يكن عندهم عتاد ولا قوة لان جلهم من العبيد ومن المساكين والمستضعفين والكبراء والاغنياء قل قليلة فكان ربنا عز وجل يأمرهم بالصبر ويأمرهم بالاحتساب وقد تركزت اداية المشركين على نبي الاسلام سيدنا النبي محمد بن عبد الله تركزت عليه الهجومات فكانوا ينعتونه بكل انواع السب والشتم والعيوب قالوا عنه ساحر وكاهن وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه كلام شديد جدا وكان القرآن الكريم دوما يبرئه حتى قال ربنا عز وجل وانك لعلى خلق عظيم تزكية من عند الرحمن يا محمد اسبر وانك لعلى خلق عظيم في هذه الصورة سوة الكوتر نعتوه ايضا باسم اخر فقالوا عنه الابتر ما معنى الابتر الابتر هو المقطوع من السلالة الذي ليس له والدين ولا اولاد فالابتر هو الابتر هو الانسان الذي نشأ يتيم ما عنده لا ام ولا اب ثم لما كبر ما عنده اولاد اما انه عقيم وانه يموت له الاولاد وهذا كان حال النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم فهو كان مقطوع من الاصول والفروع فابوه قد توفي وهو لازال جنين في بطن امه وامه توفيت وكان عمره لازال اربع سنوات ونصف ثم لما كبر وتزوج ورزقه الله الاولاد ماتوا له تباعا متت ام كالتوم وزينب ورقية ومات عبدالله وغيرهم من الاولاد كان عنده سبعة من الدرية ماتوا جميعهم لم تبقى الا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة اشهر فكانوا يسهرون منه ويقول لهذا النبي ربه لم يرحمه ربه اخذ منه والديه واولاده وكان من اسباب نزول هذه السورة المباركة سورة الكوتر ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا كان يأمره بالصبر والاحتساب والتمسك بالخلق الكريم لكن هذه الخاصية جعلت اتباعه يتكاترون مجموعة من العبيد ومن المساكين والمستضعفين رصيدهم هو الايمان فكانوا يعجبهم الخطاب الايماني الذي جاء به الاسلام فبدأوا يتكاترون ويوما ما تجمعوا تجمع كفار قريش في ناديهم فاردوا ان يضعوا خططا للقضاء على الاسلام والمسلمين ونبيه الاسلام وعلى قرآنهم بدأوا يتحدتون كل يدلي بدلوه هذا يعطي يعطي خطة من هنا والاخر خطة من هناك فدخل العاص ابن وائل وهو من المشركين دخل وقال لماذا انتم متعبين بوضع خطط للقضاء على محمد انه ابتر ابتر ومدام ابتر فسوف يموت وينقطع نسله وينقطع الحديث عنه فالذي لا لا اولاد له اذا مات نساه الناس وصار في خبر كان فلماذا انتم معذبين اتركوه كم من حاجة قضيناها بتركيها اتركوه على ما هو عليه فانه الى زوال فلما سمع النبي الكريم هذا الكلام تأثر به وكان صلى الله عليه وسلم تلك الايام لا يرى الا وجهه يظهر انه مسودا من شدة الحزن ومن شدة الغم ويؤمر بكضم الغيض فاراد ربنا عز وجل ان يكرمه اكرمه بهذه الصورة يروى كيف نزلت يقول انس بن مالك رضي الله عنه كنا جالسين جماعات مع الصحابة وبيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يشعرون بالضعف ويشعرون بالقلة ويشعرون بالهوان والصحابة كلهم نفسيتهم منكسرة منهزمة فيقول انس بن مالك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اذا اغفى اغفاءة جهن عاس اغفى اغفاءة قليلة ثم بعدها استيقظ واستيقظ متبسما استيقظ مستبشرا فقالوا له اضحك الله سنك يا رسول الله نرك تضحك وتبتسم وتستبشر وقبل هنيها كنت حزين وكنت مهموم قال في هذه الغفوة التي غفوت جاءني جبريل وانزل علي صورة هي من اكرم ما انزل الله علي قالوا له مدى انزل عليك قال انزل علي ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شامئك هو الابتر ففرح الصحابة وقالوا ما معنها يا رسول الله وصار النبي الكريم يشرحها معنى ان اعطيناك الكوثر ربنا يتحدث عن ذاته العلية يقول ان يعني جلال الله وكمال الله وقدرة الله ان اسم التعظيم والتفخيم وهو احق بان يسمى بذلك لا احد يستحق التفخيم والتعظيم سوى الخالق سبحانه وتعالى ان اعطيناك الكوتر اعطيناك العطاء هناك فرق بين العطاء والاتيان قد يقول ان اتيناك وان اعطيناك الاتيان يعطيك الحرية في التصرف في متاع معين لكن اعطيناك اعطيناك ماذا الكوتر الكوتر والكوتر لما سأله الصحابة يا رسل الله ما معنى الكوتر قال انه نهر عظيم في الجنة ملكه ملكه الله لي هذا النهر ماءه ابيض من التلج واحلى من العسل وانيته تبرق افضل من نجوم السماء من شرب منه شربة واحدة لن يضمأ ابدا انه الكوتر اعطيناك الكوتر مهر عظيم في الجنة فقالوا يا رسل الله صفه لنا قال هذا النهر اتظنون انه فيه اخدود في الارض كما هو في في دنياكم لا انه نهر ليس فيه اخدود وليس فيه نفق وانما هي مياه متسربة تجري بامر الله تعالى ليس لها منبع وليس لها نهاية وكل من شرب منها شربة ماء لم يضمأ بعدها ابدا هذه اللحظة كذا الصحابة الصحابة رضي الله عنهم يعيشون ساعة الحر الشديد وساعة العطش فلما بشرهم النبي الكريم بيدا العطاء فرحوا وسعدوا وقالوا هذا بشارة عظيمة من عند الرحمن سوف ننعم بها ان اعطيناك الكوثر فلما جاء هذا امتنان يسمى امتنان عطاء اكرام فلابد ان تشكر ربك على ذا الامتنان مادم ربنا قد اعطاك يا محمد هذا الكوتر ولامتك فلابد ان تشكر ما هو الشكر قال له فصل لربك وانحر اذا اعطاك الله نعمة لا بد ان تشكرها الشكر يكون بفعل العمل الصالح انك تزيد في المبادرات الخير انك تسعى بمد يدك الى الخير هذا هو الشكر تشكر ربك بان تحسن الى خلقه او تصبر على ادهم شكر الله يكون بامرين اتنين اما انك تقدم مبادرة حسنة لخلق الله تعينهم تساعدهم تسعد قلوبهم واما انك تصبر على اذاهم هذا يسمى كله شكر فمدى كان امر الشكر الذي اراده الله تعالى قال ان اعطينك الكوتر فصلي لربك وانحر اعطاه الله امرين اتنين يا محمد اذا اردت ان تعبر عن شكرك وامتنانك لربك الذي اعطاك الكوتر فاشكره بهتين العبادتين فصلي لربك وانحر اولا الصلاة الصلاة هي عبادة عظيمة مباركة فلما سمع النبي هذا الكلام صار يقوم الليل وصار لا يكاد ينام حتى كانت قدماه تتفطر من شدة الالم وكانت امنا عائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله الا تنام فقال لها اني احب ان اشكر ربي على ما اعطاني فكان النبي الكريم يمتتل الى قول الله تعالى يا ايها المزم القوم الليلة الا قليلا فكان يقوم بالليل وبالنهار حتى تتفطر قدمه وكان يكتر من النوافل في كل وقت وحين وكان اذا سجد اوها حتى قيل اوهم انه كان يسجد ويطيل السجود حتى يقول ربما انه انه صار صريعا من طول سجوده لان رب العز قال له فصلي لربك وانحر العبادة التانية هي النحر النحر لان العرب ايام زمان كانوا يتقربون الى الالهة وعبادتهم للالهة تكون اما بالسجود والركوع وتكون بتقديم القرابين يقدمون الدماء يدبحون الشياة والخرفان والنوق والجمال وغيرها فامر الله تعالى نبيه بان يقوم بالنحر لربه فصل لربك الربوبية معناه يا محمد صلاتك لله ونحرك لله وشوقك الى الله ورغبتك في الله وصبرك لله وكل شيء لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين هكذا ارد الله تعالى ان يربي نبيه وصفيه وخليله ان يجعل كل اعماله لله لان العرب اي في المشركون كانوا يقومون باعمال غير الله يقومون بالالغة وبالاصنام وبالاوتان كما في زمين ايضا هناك من يقوم باعمال كثيرة حسنة ولكن يسأل نفسه هل يقوم بهذه الاعمال لله ام للسمعة او للرياء او خدمة للحزب او خدمة للنقابة او خدمة للوبيات معينة او خدمة لمصلحة معينة اسأل نفسك اي عمل تقوم به هل تقوم به لله ام لمصلحة ام لارضاء غيرك من الاسياد فاذا كانت الامر ليس كذلك جدد ايمانك وجدد نيتك ربنا عز وجل كان يعلم نبيه وصفيه ومن خلاله صحابته المكرمين ومن خلالهم باقية الامة ان تكون جميع الاعمال لله فصلي لربك وانحر انحر كان النبي الكريم دائما ينحر يتقرب الى الله تعالى بالدبيحة فكان في عيد الاضحى يضحي بكمشين اقرنين املحين يقول هذا عن اهلي وهذا عن امتي من لم يضحي من امتي كل عيد اضحى كان يدبحوا كمشين وفي كل وقت اذا ارد ان يكرم جاءه ضيوف او جاءه المؤلفة قلوبهم فكان ينحر صلى الله عليه وسلم ويطعم يطعم لان الدبيحة هكذا خلقت حتى قيل بانه في حجة الوداع واني اخر حجة وبعدها سوف يتوفى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نحر 63 شات 63 شات يوم النحر لان الحجاج الذين شاركوا في حجة الوداع كان عددهم يزيد عن 100 الف فكانوا يا رسول الله انحر لنا بيديك الكريمة فكان يؤتنه بالشياء وينحر نحر في يوم واحد 63 شات وذلك لامر الله تعالى فصلي لربك وانحر بعضهم يقول هذه الاية فيها دعوة لسفك الدماء وللارهاب هكذا يقول بعض المستشرقين وبعض المستغربين حينما يريدون ان ننتقدوا الاسلام يقولون هذه الاية تشرعين للارهاب وتشرعين لسفك الدماء وهناك عدد كبير من المثقفين او اشبال المثقفين كانوا يقصدون هذه الصورة بالضبط وهذه الاية بالضبط وهذه الكلمة انحر يقولون اذا اراد المسلمون ان يعيشوا في امن وسلام ويكونوا في انسجام مع المواتيق الدولية ومع القيم الكونية ومع السلام العالمي لا بد ان يحدفوا هذه الكلمات من قرآنهم كلمة انحر هذه انحر النحر هل هم لا يأكلون اللحم كل العالم يأكلون اللحم وينحرون ينحرون الاكباش والابقار والمعز وغيرها فلماذا ينتقدون المسلمين وهم ينحرون هذه الدبيحة لوجه الله تعالى الى ان قال انا اعطيناك الكوتر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابطر شانئك هو الابطر معناه ان الذي يعاديك يا محمد شانئك هو مبغدك يا محمد سيكون هناك من يبغدك ولكن بالمقابل سيكون هناك من يحبك بلا عدد ولا حصر ماذا معنى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة هناك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في آليات التفسير ان شانئك هو الابطر يعني عدوك يا محمد هناك اعداء لك وسيكون في المستقبل وإلى قيام الساعة سيكون هناك اعداء شانئك مبغدك كارهك هو الابطر يعني هو المقطوع سيقطع الله صلته ويقطع الله ذكره ويقطع الله رزقه ويقطع الله نسله وهكذا كان جميع المشركين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وينعتونه بالابطر كلهم قد قطع نسلهم وقطع ذكرهم ابو جهل وابو لهب والعاص وغيرهم من الشخصية الكبار كلهم قد قطع ذكرهم ونسلهم ورزقهم وبقي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لا زال اسمه يتردد في كل مكان لذا قال ربنا ورفعنا لك ذكرك أي جعلنا ذكرك مرفوعا في كل مكان وقارن الله تعالى اسمك يا محمد باسم الجلال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه السورة المباركة قصيرة جدا هي أقصر سورة في القرآن فيها خبر وفيها أمرين وخبر لاحظوا معي خبر أمرين خبر إن أعطيناك الكوتر خبر فصل لربك وانحر أمرين معطوف أحده معنا الآخر إن شأنك والأبتر خبر يعني جملة بسيطة جدا ومع ذلك ربنا تحدى العرب وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة مثل هذه تحداهم هل يمكنكم أن تأتوا بها ما استطاعوا قال ربنا عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا الشهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال اجتمعوا كلكم لا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا في الأول ربنا قال مثل هذا القرآن ثم بعد ذلك قال لهم عشر صور مفتريات أم يقولون افترى إلى أن قال فليأتوا بسورة مثله واحدة ليس صورة البقرة فيها خمسة أحزاب لا فقط فقط صورة واحدة قصيرة الكوتر الصغر صورة في القرآن هل يمكنكم فعل ذلك استطاعوا حتى لما جاء مجموعة من المدعين للنبوة وجاءوا بكلام يقولون بأنه قرآن ينزل عليهم نبي اسمه رحمن كمسيرم الكذاب وغيرهم قالوا كلام كثير ولكنه كله لم يصمد أمام كلام الله مما قاله مسيرم الكذاب أراد أن أن يتحدى هذه الآية ويأتي بمثلها قال يا ضفضعة يا بنت ضفضعين نقيم ما تنقين نسفق في الماء ونسفق في الطين لا الماء تكذرين ولا الشارب تمنعين أرد أن يتحدى هذه الصورة لكن فرح كبير هذا كلام واهن وسخيف لما قال الفيل وما أدراك ملفيل له خرطوم طويل وديل قصير وقال أيضا والعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة فالمقدرات أمر حاش وكل أن هذا كلام سخيف وبديء أنه يرتقي إلى كلام الله رب العالمين كلام الأدوار للوحي كله تحتويه من كل جانب سورة الكوتر أيها الأحبة الكرام سورة مباركة وعد من الله تعالى أن أعطى لنبيه وصفيه وحبيبه هذا الكنز هذا الكنز هو عبارة عن واد كبير قيل طوله شهر وعرضه شهر بالمسيارة الخيل وليس له منبع لا تبحث عن منبعه ما تجد وتبحث عن مصبه لن تجد لأنه شكل غريب يجري وقد جعله الله يجري من تلقاء نفسه ليس عنده أخدود وليس عنده حفرة يسير فيها بل هكذا يمشي في الطرقات أحلى من العسل وأبيض من التلج وآنيته تبرق أفضل من نجوم السماء في عز الظلام وكل من شرم منه فإن لا يضمأ أبدا وقد جاء في الحديث أن بعض الناس سوف يشربون منه وسوف يمنعون فلما قال النبي الكريم لماذا قال لم تدري ماذا أحدث من بعدك بمعنى أن الذي يحدث البدع ويحدث الفتن فإنه يحرم من شرم ماء الكوتر ماء الكوتر يشرب منه كل مؤمن صادق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن يحرم منه الذين يحدثون بعد النبي الكريم ماذا يحدثون إما يحدثون البدع وإما يحدثون الفتن فكل من أرد أن يفتن الناس في دينهم وفي أمنهم وسلامتهم وعرضهم فإنه يحرم من شرم ماء الكوتر وكل من يبتدع في الدين بقصد أن يهدمه ويغيره أيضا يحرم من الشرم من ماء الكوتر ذكر العلماء أن هذه الصورة فيها أسرار قالوا بأن المريض إذا أرد أن يشفيه رب العزة فليشرب من ماء عادم لكن يقرأ فيه سورة الكوتر يصير الماء وكأنه يستمد أنواره من نهر الكوتر الذي في الجنة خذ قنينة ماء وإقرأ فيها باليقين إقرأ فيها سورة الكوتر قيل سبع مرات بعض الصالحين اشتهادا منهم قالوا سبعين مرة إقرأها سبعين مرة لأن كلمة سبعين وردت كثير في القرآن الكريم إن تستغفر لهم سبعين مرتين فلن يغفر الله لهم كلمة سبعين يعني عند القرآن بأنها قمة الإشتهاد فقالوا نقرأها سبعين خذ إناء من الماء وإقرأ فيه سورة الكوتر سبعين مرة باليقين وذلك الماء له غير ماء عادي سيتحول فيه أسرار رباني وكأنك تشرب من ماء الكوتر النهر الموعود للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يشفي الأبدان ويشفي النفوس من عنده قلق وتوتر من عنده اكتئاب من عنده غضب من عنده حب الانتقام من عنده حسد من عنده فتور في الإيمان من عنده علة وسق في جسمه يفعل هذا الأمر يشرب من ماء يقرأ فيه بصوته وبصدق ويقين سورة الكوتر وسيرى عجائب قدرة الله اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين لا تحرمنا من حربة ماء من ماء الكوتر من يد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واختم لنا جميعا بالحسنة قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة